بسم الله الرحمن الرحيم راح نكمل الآن في موضوع الول هايدروليكس جزء التسعة I split it into two parts تسعة واحد وتسعة اثنين تسعة واحد بعرض في الستادي ستايت في حالة الكونفاين اكوفرز وتسعة اثنين في حالة الكونفاين اكوفرز وفي حالة اه اللي كي اه اكوفرز اوكي لان اه بعد المقدمة اللي في اه تمانية اه خلينا نحكي وضزت ريليمين والهايدروليكس احنا صار واضح انه وضزت ريليمين اه اه الويرد وال وال والا 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 وادرقنا بشكل او باخر انه في علاقة ما بين الويرد والا الQuantifying the Impact of Pumping on the Aquifer Drawdown إذا سابقاً سابقنا عن اشيء Description. الآن نحكي عن وفي ضرورة أن يكون في عندي بمپنج من الحوض الجوفي والسبب أنه في دمانت وعادة دمانت الواتر يجب ان تكون عادة وعادة الواتر وعادة الواتر وبالتالي في حاجة ان نكون في عندي او فهم للعلاقة ما بين وما بين لأنه احنا بنحاول نتجنب بعد استخدام الاكوفر والحصول عن ضي منه نتجنب انه نقدي لنتائج سلبية على الاكوفر من ناحية منسوب المياه فإذا منسوب المياه نزل كتير نتيجة ارتفاع قيمة ممكن نصير في عندي في وممكن كمان عمل تغيير كبير في مناسيب المياه الجوفية في المناطق المختلفة في الاكوفر هذا ممكن يؤدي لاختلال في حركة الملوثات وبالتالي انه الملوث يكون باتجه من مكان لمكان اخر نتيجة في نتيجة تغير انماط في الاكوفر هذا بيؤدي ل موبيلايزيشن لا الكنتامنانت بي دركشنز غير مرغوب نهاية فإذا الهدف الرئيسي انه انا في عندي واتر ديماند هادل الواتر ديماند سيكون سببلايه باي بومبينج اذا الواتر ديماند سيكون سببلايه باي بومبينج سيكون سيكون سببايه باي بومبينج استراتيجيه بضخه اللي لازم نتبعها اسم ان سيكون سببتها باي بومبينج استراتيجيه بايدين طبعاً فيه بايد مكاني يعني انا بده افترض انه في عندي مجموعة من الوالز يعن ان اخذ بس هان هيك رسمي بسيطة جداً في عندي مجموعة من الوالز يعن هاي بير تالي تالي بفترد انه this is the top view of the aquifer but this is beer 1 well 2 well 3 بتالي how much to pump from each well of these 3 wells in order for example to maintain the head distribution in the aquifer above a certain value اذا هذا صار اذا انا حكيتهم quantifying q1 و q2 و q3 quantifying these values هالما نسمي pumping strategy استراتيجية ضخ لكن هاي pumping strategy specially distributed متغيرة مكانيا ممكن نفكر ب pumping strategy متغيرة زمنيا changes with time هاي هاي زي مخطط بياني هاي time وهي q مثلا هاي شهر واحد وهي شهر اثناش بهذا الشكل بشهر واحد في عندي قيمة معينة ثابتة مثلا بأشهر الشتاء بالربيع تبدأ ترتفع ترتفع أقصى ما يمكن بفصل الصيف شهر مثلا ثمانية تسعة وسبعة معانا بيبدأ يصير في عندي هبوط لأشهر الشتاء وبتكمل بهذا الشكل اذا this is what we can consider as a pumping strategy هذا pumping strategy لبير معين وكيكون q1 عسبين مثال مقدار الضخ الشهري لسنة معينة this is also a pumping strategy لكن هاي pumping strategy تتغير زمنيا فإذا أنا بقدر أجمع بين الجهتين to tell how much to pump from each well مشكل مكاني and how much to pump from each well زمنيا when you arrive at the best pumping strategy ما تصرف وكانه في عندي optimal utilization of groundwater resources الاستخدام الامثل لمصادر المياه الجوفية now before we demonstrate the conceptual equations to quantify the impact of pumping on the drawdown of the aquifer there are a group of assumptions that must be considered in order to simplify the relationship between drawdown and pumping first before pumping the water table unconfined or potential metric surface general or confined aquifer for example piezometric surface was horizontal before pumping then before you have the horizontal in this shape okay then like this mack like this before pumping this is the situation by saying horizontal potentiometric surface the aquifer is homogeneous and isotropic so everywhere you have the same value of hydraulic conductivity and at a specific location the vector value of hydraulic conductivity is the same so at a certain location kx is isotropic all flow is radial toward the wall I think can be figure after a bit I will show you how to do the figure for example the garyan miaj the garyan miaj j 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 قطري ومش خلين نحكي مثلا باتجاه فقط x y وممكن نستحيل عن x y بR R اللي هي indicates the radial flow Groundwater flow is horizontal وهذا كمان assumption مهم كتير بمعنى انه عشان يتحقق هذا الاشي لازم يكون ال well fully penetrates the aquifer فلو اطلع احنا تركها شوي اي اول شيء احنا نحكي عن confined aquifer هادي هي thickness تبعك confined aquifer هذا screen of the well واضح انه fully penetrates the confined aquifer مش partial penetration full penetration يعني screen تبدأ من بداية الاكوفر وبنتهي بنهاية الاكوفر وبالتالي the full thickness of the aquifer is being penetrated by the screen وبالتالي هذا بيأدي انه الفلو يضل horizontal لانه احنا تخيلنا اي ارسمها بشكل جانبي هنا this is the confined aquifer وهي المسافة اللي هي b thickness فاذا كانت screen هاي نول نازل بهذا الشكل وهي كمان نول نازل بهذا الشكل فاذا كانت screen just partial penetration like this مش من البداية لالنهاية فباللاحظ انه دفنتلي اول شيء هذا الجزء اوكي horizontal بالناحية ground water flow اللي ماشي بالاكوفر ورايح باتجاه الbeard لكن بنلاحظ هون بتصير مش horizontal flow وبالتالي ببطن عندي الفلو just بتجاه r زي ما حكينا radial بصير في عندي مركبات x y z بهاي الحالة وهذا complicates the assumption اذا this is why it is assumed that fully penetrating the aquifer بالنسبة للbeard لانه هذا مرتبط بتحضير horizontal flow يعني ممكن هاي النقطة بالاصل تيجي before هاي النقطة لان لو نحكي steady state analysis وترازية analysis طبعا مرة تانية احنا بنحاول نوجد العلاقة ما بين the drawdown and the pumping rate بحيث انه drawdown at a certain location is known بنحكي certain location ما عزو بصير عندي r هي key parameter بس طبعا definitely I can say more انها S هو function من F واكيد pumping rate definitely كمان function من hydro conductivity for example نفس الشي هنا بحاجة transient analysis أو unsteady state يكون عندي S function من المسافة عن البير و function من time since pumping ت time since pumping هيا مسلا ناخد ايك شكل بسيط جدا this is a top view of the aquifer this is well this is pumping well عم بسحب q من الاكفر this is top view ها location زي كأنه observation well beer مراقبة ممكن نعطي الرمز o one المسافة بيناتهم بين beer الضخ و beer المراقبة اللي بدأ وجد عنده drawdown هاي المسافة r one و تكون في عندي كمان beer تاني اي observation well two والمسافة بيناتهم هي r two ما بين the pumping well وما بين observation well definitely i would expect انه drawdown في beer عند beer o one هو اكبر من the drawdown عند beer o two لانه o two ابعد من o one عند ال pumping well w وبالتائي بتأثير ال pumping well w على o two رح كون اقل لانه المسافة اكبر الان هذا هو برسخ هاي المفهوم هون بهذا الشكل لكن احنا نفترض steady state بمعنى انه drawdown does not change after a certain period of pumping يعني لو افترضنا عشبه مثال ان هذا الbeer استمر بالضخ لفترة معينة say five hours ممكن بعد ساعة خلص يصير في عندي steady state يعني مقدار التزويد للbeer من الحوض الجو في مكافئ لمقدار اخذ المي اذن withdrawal من هذا الbeer فبالتالي بصير عندي حالة من اختبات او constant drawdown لكن لما بصير في عندي transient analysis انا بقوم معني بمعرفة مفضار drawdown at all the times of pumping وبالتالي بصير ادخل الزمن ك additional parameter او variable في quantification ل drawdown هذا الجزء تسعة واحد only interested ب steady state واكيد كمان تسعة اتنين the same thing only we will address the steady state case of pumping drawdown relationship او drawdown pumping relationship ابل ما نتعرض ل the equations this is a general side view or cross section of a confined aquifer that is being under pumping from a fully penetrating well زي ما حكينا full penetration واضح عندي انها screen taps the entire thickness of the confined aquifer الان خاني نطلع على بعض الاشياء اللي حكيناها في الاسومشنز اول شيء انا في عندي البيزometric surface او potentiometric surface horizontal زي ما حنا شايفين before pumping اذن prior pumping الخط الاسفر هذا indicates the situation of the piezometric surface هذا زي ما حكينا في previous presentation انه this is what we call the static piezometric surface نتيجة pumping وعرفنا انه في pumping من خلال الكيو اللي احنا already شايفين هنا نتيجة هاي pumping صار في عندي هبوط في منسوب البيزometric surface وتشكل عندي ما يسمى the drawdown curve او the cone of depression فتلاحظ انه this is اللي باللون الاخضر بيمثل the drawdown curve او the cone of depression وزي ما احكينا مفروض يكون في عندي تناظر ما بين يمين ويسار البير الآن المسافة ما بين static piezometric surface و drawdown curve هاي المسافة اللي هي بتمثل ما يسمى بي the drawdown طبعا فيه نقطة مهمة اللي باللون الاخضر هذا they call dynamic piezometric surface بينما اللي باللون الاصفر جمع احكينا the static piezometric surface والدفر difference at a certain location ما بين static piezometric surface او original piezometric surface وال dynamic piezometric surface هذا indicates the drawdown فإذا at location r1 r1 المسافة ما بين مكان معين زي observation well هذا زي نحكينا عنه عبد شوي r1 نفس هاي الفكرة تماما يعني مسافة عم بتطلع عنا من هون من فوق بينما هون بتطلع من الجنب side view top view بهاي الكيس فالمسافة ما بين the original static dynamic هاي المسافة this is the drawdown at حينا نتطلع مضبوط يعني ممكن صح نحكي هيك هاي هاي المسافة هاي 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 المسافة هي s1 إذن at r1 the drawdown is s1 at r2 the drawdown is s2 أوكي إذن هاي drawdown s2 واضح انه كل ما تعدنا عن البير كل مكان تأثير البير على منسوب البيزومترك surface أقل كمان في شي جيد نتطلع عليه ما أخذ البيتام اللي هو the top of the confining layer و إذن هذا البيتام المسافة ما بين الستاتيك بيزومترك surface and this assumed datum it is called h0 h0 this is the head prior pumping الآن after pumping صارت المسافة حيمنسوب البير المسافة هادي اللي هي hw the head at the well location معناته هاي المسافة بهذا الشكل هي s w s w the drawdown at the well location واضح انه sw زائد hw بعطيلي h0 في هذا المكان h1 المسافة بينما في هذا المكان الى h2 مرة تانية h2 زائد s2 بساوي h0 h1 زائد s1 بساوي h0 معناته h2 زائد s2 بساوي h1 زائد s1 بساوي hw زائد sw they have to add up to that h0 للنهاية الآن كل المطبوب الآن في الاquations القادمة انه to find a relationship ما بين s as a function of pumping rate نهو هذا r اللي هي الدستانس عسبي مثال زي هاي هو hydraulic conductivity we don't see it here لكن hydroconductivity للأكوفر لأنه هادا هو confined أكوفر واكيد thickness b will play a role in this formulation the formulation of the equation هزان يعني هادا هو اللي حما نحاول بالنهاية نعمله والتالي انت كالdecision maker you will be able to tell what is the drawdown based on the value of q وزا عرفنا the drawdown أكيد بنقدر نعرف بالنهاية مقدار الهد هزان the head value والdrawdown مرة ثانية لنه for example this amount هنا بس مجرد بعرض كيف الوضع before this is before pumping كيف كان عندي هنا flat horizontal piezometric surface after pumping صار في عندي ما يسمى the cone of depression أو يسمى هنا the drawdown care ومن خلال معرفة المسافة ما بين the no pumping piezometric surface و the pumping piezometric surface أو the static piezometric surface and the dynamic piezometric surface and the difference between them gives the drawdown وواضح بهاي الرسمة إنه هو مركز على the drawdown at the well location برضو إشي أنا كمان شرحته ب presentation تمانية إنه ما يسمى ب the radius of influence the radius of influence إنه هو المسافة ما بين the center of the well وحيانا بغلوها بمناسبة المسافة هادي بسنتري المطر لأنه radius of the well مش كبير radius of the well إنه هو معطين الرمز RW لكن the radius of influence نصب قطر التأثير والمسافة من the center of the well to the last point where there is a value of drawdown يعني آخر نقطة بنشوف فيها value وبعدها ببطل في عندي value فالمسافة هادي هي the radius of influence and when you look at it from a top view you can really picture تتحيل إنه أنا وكأنه في عندي دائرة هاي الدائرة نصف قطرها اللي هو البير نصف قطرها هاي الدائرة نصف قطرها اللي هو the radius of influence ومركز هاي الدائرة اللي هو البير وكل شيء that falls within this circle will end up in the well وأي شيء that intersects outside this circle will not really end up in the well فإذا بدأ آجي أطلع سبيل المثال ممكن آجي أمد خط عمودي بهذا الشكل وخط عمودي بهذا الشكل only the water within this region this area will end up in the well بينما لأنه in the piezometric يعني هي unconfined aquifer بالمناسبة فممكن نحكي water table مفروض بحطش الرسم هاي هاي هون بس مش مشكلة جست هاي عشان نوضح the concept of radius of influence لكن لأنه هذا horizontal water table معاته ما في عندي movement هون لأنه ما في عندي gradient والgradient تبدأ ضمن حدود the radius of influence what does that really indicate او ليش هذا الاشي important to realize لو صار في عندي تلوف على السطح والتلوف صار له lead shade infiltration ممكن يوصل لمنسوب المياه الجوفية بتحرك vertically بالansaturated zone لحد ما يوصل هون بعد يبدأ ينزل لتحد طبعا لازم ينزل اكتر لحد ما يوصل للسكرين تبعة البير اذا محنا شايتين اذا هذا هو importance لتحديد مقدار radius of influence اذا اعتقد هون هش اشي معين نقرأ بس وكان تطلع انه ممكن تطلع حتى على الرسم هذه انه draw down changes with distance draw down change في هذا الجزء the rate of draw down with distance كل ما ابعدنا عن البير بكون اقل the rate of draw down كل ما اعربنا على البير بكون اكبر وواضح لانه تأثير البير بكون اعلى كل ما المي اقتربت لموقع البير هذا الان اشي مهم تورياليز زي ما حكينا قبل شوي we are talking about the radial flow الجريان القطري باتجاه البير هاي النقطة هيك هي نفسها هاي النقطة يعني عشان نكون من الاشي واضح بهذا الشكل بس طبعا هاي الرسمة تزنط 100% ماتش لهاي الرسمة لكن احنا لا التبسيط زي ما واضح عندي هي بي وهي بي فاذا اعلى شي هاي هي هاي هون الكون واصل لحد هاي الموقع فاذا هاي هاي الرسمة تزنط ماتش 100% هاي الرسمة لكن لا التوضيح بهذا الشكل وهذه اللي هاي النقطة فاذا انا عندي ارتفاع كأنه صار عندي استوانة ليش لأنه المي بتتحرك من جميع الأجزاء باتجاه البير وحركة المي زي ما حكينا حركة ريديل قطري وبالتالي اذا في عندي already thickness بي يعني thickness او ارتفاع الاستوانة النصف القطر هذا زي ما احنا شايفين R هون يكون R1 R2 وزي بنحكي in general HB R فصار انا عندي بهاي الحالة المساحة الجانبية لا صطح الجريان اللي هي perpendicular to the flow اللي هي في dark is low A اللي هي المساحة الجانبية لأنه من كل المساحة الجانبية المي تدخل على البير كل ما ابعدنا اكتر عن مركز البير واضح ان المساحة الجانبية بتزيد بس المقابل كل ما ابعدنا عن مركز البير واضح انه the drawdown rate with distance بL مرة مرة تانية حش نتخيل صح q minus k pi 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 مرة احنا احنا بتزيد انه k constant لانه homogenous now what is the area the area هي عبارة عن المساحة الجانبية اللي هي perpendicular to the floor قيمتها اللي هي المساحة الجانبية الأسطواني فهي محيط القاعدة في الارتفاع محيط القاعدة 2 pi r r is being a variable متغير إذن 2 pi r اللي هو عبارة عن محيط القاعدة في الارتفاع اللي هو b وشي عندي a 2 pi r b الآن what is the hydraulic gradient dh dr اللي هو أولر دي مختوب عندي هنا تغير الhead with distance والr هي distance وهاي واضحة عندي هنا بقيمتها المتغيرة عند r بتساوي r1 معا to the drawdown s بساوي s1 هي مبين عندي هنا و the head بساوي h1 ولما r بتساوي r2 عسبي بمثال بتسير عندي in this case the drawdown هي مبين عندي s2 و the head بكون عندي أكبر إن هو h2 and all the time we have a constant static head اللي هو h note لان واضح إنه كل ما زادت قيمة r كل ما كان عندي المساحة الجانبية أكبر المساحة الجانبية بتزيد بس بالمقابل dh على dr بصيرة L والعقص صحيف كل ما كانت عندي r قيمتها صغيرة يعني عربنا أكثر بتجاه بير كل ما كانت المساحة الجانبية أصغر لكن dh dr بتكون أكبر معناته النقص في أو الانخفاض في المساحة الجانبية ل بترافق مع الدياد في والعكس صحيح وهذا keeps the flow rate constant all the time بالتالي بيضل عندي steady state اللي حكينا عنها فواضح اللي بنوصله بالنهاية كمية المي اللي ماشية بهذا الحوض الجوفي هي نفسها كمية المي اللي عم تنسحب من هذا الحوض الجوفي وبالتالي اللي ماشي اندي اكفر ونفسه اللي عم بنسحب من خلال البير وزا كان هذا actually happens وهذا هو الاسممشن لن بها الحالة ما رح مفي عندي اي change في البيزومتريك سيرفس with time the only change in the بيزومتريك سيرفس will be with distance لن هذا اللي اللي حكينا قبل شوي نفس الإقواج don't forget الناقص والآن لأنه في عندي DHDR differentiation مفروض انه نعمل integration وما لما نعمل هذا الintegration نزمني boundary conditions to apply لما الR بتساوي RW بكون الH بساوي HW لما الR بساوي R1 الH بساوي H1 لما الR بساوي R0 الH بساوي H0 لما R بساوي R1 الH بساوي H1 لما R بساوي R2 الH بساوي H2 لأنه you have variety of boundary conditions to apply in this equation you need to do هذا integration في البيت و definitely لأنه عندي DHDR لأنه نتركي DHDX بس DHDR لأنه لأنه LN بهذا الشكل لأنه لأنه طبيعي والتالي صار عندي الآن علاقة ما بين H at location R 0 طلعه مضموط هي كله radius of influence مقدار the static head و H at the location مرتبط مع R well نفس شي بقدر أحكي H1 ها الله كيف بدأ أسوي هاي H1 هاي R1 ما عاده بقدر أوجد the head at location 1 تمام إذا كنت عارف the head at the well location إذا بلزم لي كون في عندي معروف قيمة the head at certain location وعندي أنا بسحب مع تعارف مقدار Q وعندي معروف كم مقدار الhydraulic conductivity وكم thickness of the at وفر كيف ضرب به نفس the transmissivity إذا we can write this equation in many ways this is one of the ways to write it HR بساوي the head in the well ال head واضح حياته مضاف إلو هذا التائم فإذا افترضنا أنها R لا على التعيين مثلا هاي لو أنا أجيد أحدد هاي النقطة so this will be my R وهاي المسافة كل هاتها this is my H value وبالتالي HR لأن هاي HR هي مرتبطة مع هاي ال R بس بشارط لازم أكون عارف مقدار ال H W اللي هي عند ال R W اللي هو نصف قطر الكيسنج تبع هذا البير وبالتالي I can tell what would be the value of HR at any location مزا عرف HR و أنا already بكون عارف كم مقدار ال H كم هذي ممكن أقدر أعرف كم بسموها Tame Equation اللي أنا من شاء لها بقدر أوجد بعد الر rearrangement لل KB اللي عبارة عن Transmissivity We can tell what is the value of the Transmissivity of the Aquifer كيف ممكن نعرف كم تترانس باجي وشنجل البير لفترة زمنية بحيث يوصل لل Steady State إذن أنا عرفت مقدار the average flow rate the average pumping how many cubic meter per hour for example ويكون في عندي two observation wells باخد كراءتهم إن هم H2 و H1 بحيث H2 مرتبط بR2 و H1 مرتبط بR1 فإذا عرفت أنا كراءتين للمناسيب البيزومتر services الconfined aquifer plus مقدار pumping rate I apply this equation and I can get the value of the Transmissivity in the aquifer إذن this is a way to know the Transmissivity of the aquifer وزارتنا Transmissivity وقارناها بالstandards اللي حكينا عنا سابقا بنقدر نعرف هل الاكوفر substantial من ناحية الwater supply أو الimportance تبعتم ممكن كون local أو enough for just a small field أو whatever من ناحية في جدول وقد مرنا عليه سابقا لما حكينا عن Transmissivity I think I think you can compare the values that you get from this equation to the values already summarized or listed in that table then this is same equation اذا بتلاحظوا same equation معطا بدلالة الheads احنا already حكينا سابقا انه مثلا H 2 زائد S2 بساوي H0 H1 زائد S1 بساوي H0 معناها I can find a relationship زي ما already حكينا اذا H0 نفسها بال two equations معناته H1 زائد S1 بساوي H2 زائد S2 معناته H2 minus H1 بساوي S1 minus S2 بهاية equation اذا اذا انا كان معروف عندي drawdown مش البيزومتر head also I still can use this equation to find the transmissivity وحن طعم بمناسبة اسهل انه to measure the drawdown rather than to measure the head لانه ال drawdown صار عندي وعبارة عن depth to piezometric surface لكن with reference to the original prior pumping static piezometric surface الآن في عندي I think two sold examples هنطلع عنهم بشكل سريع واغ think they are very straightforward أول in a confined aquifer is being pumped at a rate of two hundred twenty gallons per minute okay is two hundred twenty gallons per minute كل واحد gallon بساوي three point seven eight liters اليونس مش مطلوب تحفظوها بالملاسة إذن مقدار Q هاي معطا already عندي بهذه المعطا هذا أوكي measurements measurements of drawdown were taken into observation wells الآن قراءات للهبوط في منسوب البيزومتريك سيرفس تم أخذها في موقعين في بيرين البير الأول على مسافة 26 قدم من البمپنج والبير الثاني على مسافة 73 قدم من البمپنج وال فإذا أجينا حكينا this is the بمپنج وال W ممكن نغير اللون this is بير واحد هو بسميه well واحد وهذا البمپنج well هاي المسافة 26 وعند بير 2 المسافة almost الأضعاف 73 وسبعين بزن R 2 و R 1 إذن has a head of 29.34 إذن H 1 معطى القيمة تابعته و H 2 معطى القيمة تابعته واضح إنه كل ما ابتعدنا أكتر كل ما كان بدرو داون أقل كل ما كان الهد أعلى يعني it does make sense بالنهاية لما أجي أطلع هيكي عندي R2 مع H2 R1 مع H1 وعندي مقدار pumping rate معانا توباجي هو بده بهذا السؤال the transmissivity باستخدام theme equation لحكينا عنها قبل شوى وبالتالي هيا عندي R1 رات طلع هون R1 مع H1 R2 مع H2 وبالتالي وQ is given then I can find the value of the transmissivity please try to do the calculations هيا هيا موجود عندكم just make sure you know how to do the unit conversion كل واحد كوبك فوت بساوي 7.48 مرة ثانية فلطلوب تحفظوا هاي units لكن in the end of the day that transmissivity is given by the unit of L square على time وبالتالي توجدها ب unit of square foot per day لعنا بلتكون نوعا ما ضمن British gravitational BG unit system that this is a very straightforward example سوف ناخل لا observation well بير المراقبة is an R تساوي meet قدم و drawdown is an this is R و ممكن ابتع رأس R 1 the drawdown at a distance 100 feet في هذا observation well is an هاي S 1 إذا صار عندي pair of R S زوج من المسافة with drawdown while an observation well 20 feet إذن هاي صارت R 2 shows a drawdown of 16 feet إذن this is S 2 واضح كل ما كانت المسافة أصغر كل ما كانت drawdown أكبر المسافة الأبعد فيها drawdown أقل مسافة 100 drawdown 5 مسافة 20 drawdown 16 what is the drawdown at the pumping well إذن بد drawdown at the pumping well إذن الرمز SW لما R بتساوي R للول وR للول هي معطين إياها 8 inches طبعا هو مستخدم الفت to indicate the distance فال8 inches actually هي 8 ع 12 من الفت consider that the aquifer thickness B بتساوي 100 فت بالنهاية حاول تحلوا هذا السؤال بدون ما تتطلعوا على الحل اللي هو بالنهاية سلايد I mean this is also straightforward but you really need to do a small step then you can really do the solution directly try to take advantage من ال equations اللي already موجودة هنا كل هاي equations اللي تم ذكرها بهذا ال presentation مش مطلوب منكم تحفظوها مرة ثانية مش مطلوب تحفظوها at least you have to know just how to derive من دارس زي ما أنا سويته قدامكم لكن these equations مش مطلوب انكم تحفظوها only مطلوب انكم تكونوا عارفين how to derive these equations وياتي بوم ياري شكرا